بلغ إجمالي حجم المساعدات الخارجية التي تم الالتزام بها للأردن ووقعت اتفاقياتها خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي نحو 995 مليون دولار وبحسب تقرير المساعدات الخارجية لوزارة التخطيط والتعاون الدولي توزعت المساعدات بين منح بقيمة بلغت 565 مليون و 810 ألف دولار وقروض ميسرة بقيمة 356 مليون و 840 ألف دولار والقروض الميسرة بكفالة الحكومة كانت 72 مليون و 400 ألف دولار ومن أبرز الجهات التي قدمت المنح الصندوق السعودي منحة خليجية وكانت 256 مليون دولار صندوق أبو ظبي ومنحة خليجية أيضا 229 مليون دولار أمريكا منح قمح 25 مليون و 100 ألف دولار ألمانيا 22 مليون و 400 ألف دولار وأخيرا اليابان 17 مليون و 620 ألف دولار وحصل الأردن على قروض ميسرة من البنك الدولي بقيمة 50 مليون دولار والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي 100 مليون الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 10 مليون و 884 ألف دولار وأخيرا اليابان 196 مليون دولار أما القروض الميسرة وبكفالة الحكومة فقد قدمها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 18 مليون دولار والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي 54 مليون و 400 ألف دولار اشتركوا في القناة